أما أن اتفاع يعترض على طرح التليل فهذا المرد بالنصر دستوري أو قانوني يقول هذا في محكمة ليست دستورية وكل ما يصدر عنها يعد تجاوزا للدستور تجرد هذه المحاكمات المنعقدة في صنعاء المتهمين من كل حقوقهم وتسير الإجراءات ضدهم فبعد أن يتم القبض عليهم بصورة مخالفة للقانون تتكرر هذه الجلسات وتمنح الشكل القانوني لانتهاك الحقوق ومصادرة الممتلكات وقد جرت العادة منذ سقوط العاصمة صنعاء في يد ميليشيات الحوثي على إقامة محاكمات صورية ومنع المحامين بطرق شتى من أداء واجبهم في الدفاع عن موكلهم يقول متابعون أن جل القضايا التي نظرت فيها محاكم وقضاة عينتهم أو رقتهم ميليشيات الحوثي تذهب في تأكيد التهم الملفقة ويصعب على محامين يعيش تحت سلطة الميليشياء أن يدافع عن موكله كما يجب وإن كان متأكدا من براءته وموقنا أنه لا يوجد ما يتيح مجرد الإيقاف أو المسألة آخر جلسة لهذه المحاكمات صدر فيها حكم بالإعدام على ثلاثة مواطنين من أبناء محافظة صعدة ورغم أن أحدهم اعتقل قبيل بدء عاصفة الحزم إلا أن التهم الموجهة إليهم هي التعاون مع التحالف العربي وإرسال الإحداثيات وهي تهم يتم إطلاقها في وجه كل من حاول الوقوف ضد الميليشياء ولو بالكلمة محاكمات تستهدف خصوما سياسيين أو مواطنين لم يسمع بأسمائهم أحد إلا وقد أمسوا محكومين بالإعدام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر